هنا كامد اللوز إلى هذه البلدة حضرت مذو يومين استخبارات الجيش ونفذت عمليات دهم بحثة عن مجموعة يشتبه في أنها ساهمت في نقل أمير كتائب عبدالله عزام ماجد الماجد من مستشفى حامد إلى مستشفى المقاصد في بيروت مصادر عسكرية أفادت الـ LBCI أنه يشتبه في أن تكون المجموعة المطلوبة تابعة لخلية لالا وتضم كلا من خالد الحج المعروف في أبو تكة يوسف بكري ربيع شودر وأحمد عثمان شقيق أبو تكة نفع علم شقيقه المسبق بهوية الماجد مؤكدا تعاطف أهل المنطقة مع الشعب السوري إجا شخص بهوية سورية عساس أنه بالجيش الحر أو يمكن يكون مع أي فصيل يمكن حتى لو كان مع جبة النصرة أو مع حي الله فصيل ثاني نحن منساعده لأنه عمل إنسانية أقل ما يمكن أنه عم نعمله إذا مقصود بكيمد اللوز تصير وشباب كيمد اللوز يصيروا كبش محرقة مثل ما عم يصير بعرسيل أو بمجد العنجر أو بصيدة أو بطرابلوس نحن قلنا الشرف أنه نساعد أي واحد مظلوم أو جريح بمنطقتنا بحسب رواية أهالي المنطقة فإن المجموعة نقلت الماجد إلى مستشفى حامد بعدما وصل من عرسال في سيارة أسعاف تابعة لمستوصف عرسال بس بالنسبة لأولاد البلد لا بيعرفوا مين هذا ولا بيعرفوا شو هي الشخص ولا هويته ولا شيء بيعرفوا الهوية الأساسية اللي بيعرفوها عنه إنه سوري والدليل على ذلك إنه الشبيب يمنزلوا معه حطوا أرقام تلفونيتهم وحطوا صورهم وحطوا تذكرهم حطوا تذكرهم حسب الروايات اللي حصلت إنه هو من الأساس في جاي إنه بحالة ابن الغيبوبية بسبب هذه المشاكل تم اتصال بحالة الحاج دي اتقالوا إلى المستشفى أهالي البلد ينفون علمهم بمكان تواجد المجموع ولكنهم يؤكدون أنهم لو علموا أن من تم نقله كان ماجد الماجد لما كانوا أخفوا الحقيقة ترجمة نانسي قنقر